كل يوم بنسمع نفس الكلام الزكاء الاصطناعي سيأخذ شهول لنا المبرمجين سيأعودوا في البيت المصممين لا لهم لازمة كتاب والمترجمين رأيت عليهم كلام بيخوف جدا صح بيخليك الآن على مستقبلك الآن بكرة في إيه وبيخليك تكره كلمة الزكاء الاصطناعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أحمد شفيق المطور المصممب السابق وحاليا صنع محتوى وكنت بفكر من نفس وجهة النظر دي لحد لما فكرت أن أخذ الموضوع من ناحية الثانية أبصره من ناحية الإيجابية ليه أشوف الزكاء الاصطناعي كتهديد ليه ما أشوفه كفرصة جديدة ليه ومش أي فرصة دي صورة بتعمل وظائف الجديدة مكانش حد يتخلم من كام سنة وظائف مطلوبة بشدة ومرتبتها خيالية وفي هذا الفيديو مش هكلمك عن الوظائف اللي بتختفي أنا هقول لك الوظائف الجديدة الـ AI تسبب وجودها وحقول لك على سبع وظائف ممكن تكون دي شغلانتك الجاية في 2025 وحقول لك إيه المهارات التي أنت محتاجها وإنت محتاج إيه بالزبط عشان تتعلمها وإيه الأدوات التي أنت لازم تعرفها فلو أنت عايز تبقى مواكب للمستقبل بدل ما الموجة تغرقنا يبقى خليك معايا لها تأخر الفيديو لأن قد يكون الفيديو ده هو الخطوة الفارقة في حياتك المهنية كلها وقبل ما نبدأ خليني أقول لك أن فيه وظائف آه ستتأثر بس في المقابل الـ AI سيعمل حاجتين مهمين جدا وهي خلق آلاف الوظائف الجديدة لأن ما كل التطور في الـ AI بتظهر وظائف جديدة تماما مثلا السوق يحتاج إلى الناس ترائب الـ AI ترائب أداءه ترى أنه لسه مازال أخلاقي سنجلها بعدين أخلاقي السوق يحتاج إلى الناس تصمم تجربة التفاعل معها ودي وظائف ما كانتش موجودة قبل كده زائد أن الـ AI بيزود انتاجات السوق فأنت مثلا كمبرمج أو مصمم أو كاتب الـ AI سيخليك أسرع وأشطر وحيشيل عنك الشغل الممل ويخليك تركز أكتر مع التفكير الاستراتيجي وتركز أكتر على الإبداع يعني إمتك هتزيد مش هتقل يعني مثلا تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum توقع أن بالرغم من الـ AI ممكن يزيح ملايين الوظائف لكنه هيخلق ملايين أكتر في مجالات جديدة كلام ده من أول السنة دي لغاية سنة 2030 والأرقام بتتغير بس الاتجاه هو واضح فيه وظائف جديدة بتظهر أكتر من اللي بتختفي فالمشكلة مش في الـ AI نفسه المشكلة أن نحن نفضل وقفين مكاننا الحل أن نحن نتطور ونتعلم ونبتدي نستخدم الأدوات الجديدة دي ونستعد لنوع جديد من الوظائف ممكن يكون فرصة أن هي تغير حياتنا تماما للأفضل طبعا طيب إيه الوظائف الجديدة اللي لازم تحط عينك عليها دي أقول لك 3-7 منهم مهمين جدا أو الوظيفة هي متخصص أخلاقيات وإيمان الذكاء الاصطناعي أو ما يدعى باللغة الإنجليزية ايه الوظيفة دي الوظيفة دي لدي الشخص اللي بيرقب الـ AI وبيتأكد أنظمة الـ AI أو الذكاء الاصطناعي دي عادلة ما بتتحيز ضد حد وما بتنتهيكش الخصوصية يعني نتكلم في الموضوع ده برضو بعدين في يوم الأيام وما بتسببش أي ضرر للمجتبع طيب ليه الوظيفة دي مهمة علشان الـ AI سلاحزوا حدين ممكن يفدنا جدا وممكن يدورنا جدا لو تساب من غير مراقبة أخلاقية الشركات الكبيرة بدأت توظف ناس في المجال ده علشان خاطر تتجنب الصمع السيئة ويتجنبوا المشاكل ومرتبات عالية أو خليني أقولك عالية جدا كمان طيب مين ميحتاج الوظيفة دي الشركات الكبيرة المنظمات الحكومية المراكز البحثية أي جهة بتستهدم الـ AI بشكل مؤثر طيب ايه من تطلبات الوظيفة دي أول حاجة فهم عميق لـ AI زائد واسمها دي مهمة جدا وغير متوقعة خلفية في الفلسفة أو قانون أو علم الاجتماع زائد تفكير نقضي ومهارات تواصل قوية أخدت بالكو أن العلوم دلوقتي بقت كلها دخلت بعضها هي دخلت بعضها من زمان لكن دلوقتي بقت العلوم كتيرة قوي بتصبها في فظيفة واحدة الموضوع مش بس كمبيوتر أو IT لا الموضوع له جهات تانية مهمة فلسفة اجتماع علم نفسه طيب زائد تعلم المجال ده المجال ده لسه جديد بس لو دورت على النت هتلاقي نبتدي يظهر له شهادات زائد ان انت ممكن تزاكر قانون وفلسفة وابتدي تركز على الجانب التكنولوجي وبرضه اقرأ كتير وتابع الخبراء الوظيفة التانية هي مدرب الزكاء الاصطناعي أو الAI ترينر اي الوظيفة دي بالضبط فكر في الزكاء الاصطناعي على أساس انه هو طفل طفل صغير محتاج حد يعلمه محتاج حد يتضربه الAI ترينر هو اللي يغزي الزكاء الاصطناعي بالبيانات ويصحح له اخطائه ويحسن اداءه علشان يفهم مهمة معينة او علشان يتكلم زي البشر لماذا الوظيفة دي مهمة علشان كل نمازج الزكاء الاصطناعي حتى زي تشات جي بيتي محتاج تدريب مستمر علشان تفضل مفيدة ودقيقة ويوم بعد يوم بيزيد الطلب جدا على التخصص ده مين اللي محتاج الوظيفة دي اللي محتاج الوظيفة دي الشركات اللي بتستهدم الAI او شركات المطورة اللي اي 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 او شركات اللي بيستهدم مي وسمى والشركات اللي بتعمل تحليل البيانات ايه متطلبات الوظيفة دي متطلبات الوظيفة دي هي الصبر والدقة وفهم المجال اللي هيشتعل فيه فمثلا لو هنضرب اي اي طبي يبقى لازم اللي بيضرب اي اي ده بيفهم في الطب مهارة تانية كمان مطلوبة هي المهارة اللغوية زي المعرفة اساسية بالماشين لرنينج او تعلم الالة طيب ازاي تتعلمه انت محتاج تدخل على مواقع زي اوبورك تشوف الوظيف اللي مطلوبة ايه وتشوفوا ايه هم مطالبين ايه بالزبط وتعلمه لان وظيفة في ال اي اي ترينر خصوصا بتفرق حسب نوع ال اي اي اللي انت بتضربه فيه وظيف مثلا بتطرح شركات زي شركة اپن بتطلب ناس يعملوا او اي اي تريننج ابدأ بالمهام دي عشان تهوت خبرة تعرف السوق طالب ايه بالزبط ثالث وظيفة عندنا النهاردة هي مهندس عمليات تعلم الالة او ال ML Ops Engineer ايه الوظيفة دي؟ الوظيفة دي بتاعة المهندس اللي بيخلي تعلم الالة بتاع الاي اي يشتعل في الشركات او ما يدعى بالMachine Learning يشتعل في الشركات هو اللي بيبني البنية التحتية اللي بتشتعل عليها النمازج دي وبيرايب اداها وبيحل مشاكلها وبيتأكد انها بتتحدث باستمرار لما الوظيفة دي مهمة الشركات بتصرف ملايين الدولارات عشان تعمل نمازج Machine Learning بس دايما بتبقى المشكلة ان هما يخلوا النمازج دي تشتعل بكفاءة في بيئة العمل الطبيعي والML Ops هو ده اللي بيحل المشكلة دي مين اللي محتاج الوظيفة دي؟ اي شركة بتستخدم Machine Learning زي شركات التكنولوجيا شركات الاتصالات البنوك كده يعني طيب ايه المهارات المطلوبة الوظيفة دي؟ او الحاجة خلفية قوي في البرمجة وخصوصا في بايتون زائد خبرة طبعا في العملية الحوسبة السحابية زي مثلا AWS Azure GCP وكمان معرفة بأدوات ML Ops زي ML Flow وبرضه فهم للDev Ops والDev Ops دي عبارة عن ثقافة عمل تهدف الى تحسين التعاون من فريق تطوير البرمجيات اللي هو Development واختصارا بيتقال له Dev وفريق عمل تكنولوجيا المعلومات اللي هو Operations واختصارا Ops عشان كده جت كلمة Dev Ops طيب ازا تتعلموه؟ بص يا جماعة المجال ده تقني جدا محتاج كورسات في ML Ops وده حتى ايه موجودة على Audacity وعلى Coursera وممكن كبان تاخد شهادات من شركات الحوسبة السحابية طيب عرفنا وظائف تقنية زي ML Ops ووظائف اخلاقية ووظائف تدريبية بس تفتكر ايه المهارة الوحدة اللي حتاجها في كل الوظائف دي المفاجأة هنا انها مش البرمجة ولا فهم الذكاء الاصطناعي نفسه المهارة اللي حتخليك تنجح في اي وظيفة من دول والذكاء الاصطناعية وامر ما هيقدر يخدها منك هي قدرتك على طرح الاسئلة الصحيحة وتفكير النقدي او ما يدعى باللغة الانجليزية اي هو الذكاء الاصطناعي شاطر جدا ان هو يجيب الاسئلة بس ليس ضعيف جدا انه يسأل الاسئلة الصحة او انه يفكر بشكل نقدي في الاجابات اللي هو بيطلحها اصلا ففي المستقبل الشخص اللي بيعرف يسأل الاسئلة الصحة واللي بيعرف يحلل الاجابات واستفدمها بذكاء هو ده اللي حيكون له القيمة الاعلى متخيلين تركز على تنمية المهارة دي عندك اكتر من اي مهارة تانية رعبة خاصة عندنا النهاردة هو مصمم تفاعل الانسان والآلة او ما يدعى بالAI انتر اكشن ديزاينر او الهيومن اي اي انتر اكشن ديزاينر طيب ايه ده بالزبط ده الشخص اللي بيصمم طريق تفاعلنا مع الزكاء الاصطناعي ازاي ان نخلي طريقة استخدام الشات بوتس منتعة وسهلة ازاي ان نخلي وجهة الAI مفهومة ازاي ان نخلي التجربة كلها انسانية اكتر ليه الوظيفة دي مهمة عشان انا دايما محتاجين شخص يسهل عملية استخدامنا للAI ويخلي العملية انسانية اكتر وغير محبطة ويكون فيها سهولة في الاستخدام طيب مين المحتاجة الوظيفة دي او الشخص ده شركات تصميم الUI و اي شركة بتاع المنتجات بتعتمد على الUI طيب ايه المهارات المطلوبة في المجال ده المهارات المطلوبة في المجال ده هي كلاتي خلفية قوية في تصميم تجربة المستخدم اللي هو الUI ووجهة المستخدم اللي هو الUI وفاهم من العلم النفس المعرفي اللي هو يدعى من اللغة الانجليزية كوجينتف سايكولوجي زائد معرفة بامكانيات وحدود الAI وكمان مهارات تواصل ومهارات تصميم طيب ازاي اتعلم المجال ده لو انت UX designer او UI designer ابدأ ارى عن human AI interaction وتكورصات متخصصة في تصميم ووجهات للمنتجات الذكية وجوجل عندها شهادة UX design ممكن تكون بداية كويسة دي الشهادة عني انا اوخدها قبل كده ثمس وظيفة عندنا هي منصق بيانات ذكاء الاصطناعي او ما يدعى باللغة الانجليزية AI data curator او AI data specialist طيب ايه هي الوظيفة دي باختصار كده AI بتعلم البيانات البيانات دي لازم تكون نظيفة ومرتبة ومناسبة للمهمة اللي هيقوم بها AI data curator ده بقى بيعمل ايه بينظم البيانات دي ويفلترها من اي حاجة ممكن يكون فيها بيانات تحيز ضد حد مثلا ليه بقى الوظيفة دي مهمة لان جودة الAI بتعتمد على جودة البيانات اللي ده حلاله وعلشان كده الشركات بتبقى محتاجة حد في التخصص ده حد يدير البيانات دي وينظمها طيب مين اللي محتاج الوظيفة دي ايه شركة بتتعامل مع البيانات ودي اغلب الشركات دلوقتي طيب ايه المهارات المطلوبة في الوظيفة دي اول حاجة مطلوبة هي data analysis او تحليل البيانات زائد فهم لقواعد البيانات اللي هي data business وكمان دقة واهتمام بالتفاصيل ومعرفة بأدوات تنظيف وتنظيم البيانات واحيانا برمجة زي بايثون ازاي يبدأ التعلم ابدأ بتعلم تحليل البيانات فعندك مسلا شهادة بتاعة جوجل اللي هي جوجل data analytics تعلم قواعد البيانات زي sql اقرأ عن الوظيفة اللي عندنا بعد كده هي متخصص تفسير نمازج الذكاء الاصطناعي او بيضع باللغة الانجليزية او ايه بقى القصة دي الزكاء الاصطناعي احيانا بيشتهل بطرق غمضة زي السندوق الاسود بالمتخصص ده وظيفته انه يفاصل لنا ليه الزكاء الاصطناعي قفت قرار معين ازاي وصل للنتيجة دي وده مهم جدا في مجالات زي التمويل او الطب طيب ليه الوظيفة دي مهمة ببساطة كده علشان نبني الثقة في الزكاء الاصطناعي لازم اول نفهم هو بيفكر ازاي وكمان علشان نكتشف اي خطأ او تحيص في تفكيره مين اللي محتاج الوظيفة دي بشركات اللي بتستخدم الاي اي اي في اتخاذ اي قرار مهم زي البنوك المستشفيات والجهات الرقابية ايه هي المهارات المطلوبة الوظيفة دي خلفية قوية في الماشين لارنينج او تعلم الالة معرفة بتقنيات وادوات الاي اي 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 او ما يضع بالاكس اي اي زي مثلا لايم زي المهارات تحليل وتواصل الوظيفة السابع عندنا هي مدير منتجات الزكاء الاصطناعي او ما يضع بالانجليزية بالاي اي برودكت مانجر مين الشخص ده ده الشخص اللي بيربط ما بين التكنولوجيا وما بين احتياجات السوق هو اللي بيحدد المنتجات او الخدمات اللي ممكن نعملها بالزكاء الاصطناعي وبيتابع عملية تطويرها من الاول الاخر طيب ليه الشخص ده مهم لان مش كفايا ان انت تعمل منتج بالزكاء الاصطناعي لازم تحاول المنتج الناس تكون عايزة ومستعدة تدفع فيه فلوس والاي برودكت مانجر هو حلقة الواصل الاساسية في القصة دي طيب مين محتاج الوظيفة دي شركات التكنولوجيا الشركات النشاء اللي بتعتمد على الاي اي 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 شركة عايزة تدخل الاي اي في منتجاتها طيب ايه المهارات المطلوبة في القصة دي اولا فهم كويس للتكنولوجيا وخصوصا الزكاء الاصطناعي زائد خبرة في قدارة المنتجات او ما يضع بالله الانجليزية وكمان فهم للسوق العملاء ومهارات تواصل وقيادة طيب ازاي تتعلم المجال ده عشان تخفض الوظيفة دي لو عندك خبرة في قدارة المنتجات ابدأ اتعلم اكتر عن الزكاء الاصطناعي ولو عندك خبرة تقنية يبقى يبدأ يتعلم اكتر عن قدارة المنتجات وحاليا ابتدى يظهر شهادات متخصصة في ازاي تتعلم المهارات دي طيب المهارات دي شكلها صعب ازاي ممكن نتعلمها الموضوع محتاج مجهود لكن هو مش مستحيل وفي مصادر متقدمة ممكن تساعد غير كورصات بتاعتم المتدعين ركز على شهادات المعترف بيها في مجال تعلم الآلة والزكاء الاصطناعي زي شهادات جوجل كلاود او مايكروسوفت ازور اي اي انجينير اسوسيات و اي او اس مشين لرنينج سبيشيالتي الشهادات دي بتثبت خبرتك للشركات ولو عايز تتعمق بجد في مجالات زي اخلاقيات اي 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 وال ام ال اوبس فكر في الدراسات العولية دلوقتي بقى في جامعات كتير بتقدم برامج متخصصة في الزكاء الاصطناعي ده لو عايز يعني تتميز من الاخر يعني وعندك حاجة ممكن برضو تساعدك اكتر وهي المسامة في البرامج او المشاريع مفتوحة المصدر ودي برضو طريقة قوية جدا 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 طريقة عملية قوية جدا في ان انت تتعلم وتثبت خبرتك شارك في مشاريع مفتوحة المصدر على جيت هب لها علاقة بالاي اي اي زي مثلا مكتبات تنسور فلو او بايتورتش او ادوات الام ال اوبس زي مثلا كيوب فلو او ادوات الاخلاقيات بتاعة الاي اي زي مثلا اي اي فيرنس تري سيكستي او فير ليرن ده هيعلمك كتير جدا وهيخليك تبني بورتفوليو قوي وممكن برضو تنضم المجتمعات متخصصة زي مثلا المجتمعات او ليند اي 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 او على سيرفرات بتاعة دي سكورد هتلاقي الحاجات دي وهتلاقي على المجموعات دي هتلاقي ناس عندها خبرة اكتر منك هتعلم منها وبرضو شارك باسئلتك وخبراتك علشان تبضى المواكب لاخر التطورات في الاي اي ممكن تقرأ الاوراق البحثية في مجال الاي اي ودي هتلاقيها على مواقع زي جوجل سكولر او اي ار اكس اي في دوت اورك هليك فاكر دايما ان التعلم رحلة مستمرة ادوات اي 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 للمحترفين غير اللي تعرفها غير الادوات المشهورة اللي الناس كلها عارفاها بتاعت الاي اي في ادوات تانية للمحترفين بيستخدموها في الوظائف دي ولو حبيت مشتعرف اي شغلانة من الشغلانات دي يبقى لازم تبقى عارف الادوات دي عندك مثلا منصات زي كيوب فلو ام ايل فلو سيج ميكر ستوديو وازور ام ايل ودي منصات متكاملة لقدارة دورة حياة تعلم الايلة من اول تدريب النموذج لنشره في بيئة الانتاج لمرأبة ادائه ودي ادوات اكسية لأي مهندس ام ال اوبس عندك مكتبات اي 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 او اللي هو الاي اكس اي اي زي لايم وزي ايتش اي 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 او شاب بس دي غالبهم مكتبات لبيثون وبتساعدك تفاصل قرارات نمازج تعلم الايلة مهمة جدا من متخصصة تفسير الاي اي اي واخلاقياته في برضو عندك ادوات الاي اي 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 اكس والبياس ديكشن تولز زي ودي برامج في منها مفتوح المصدر ودي برامج بتساعدك ان انت تكتشف التحيز في بيانات الـ AI وتقلله عندنا بعد كده زي ودي منصات بتوفر ادوات مهمة لمدرب الـ AI ومنصق بيانات الـ AI عندنا بعد كده زي الادوات قد تبدو معقدة في البداية لكن معرفتك بيها هتديك ميزة خوية جدا في سوق العمل ان خلاصة المستقبل للعمل وصل والذكاء الاصطناعي هو البطل في القصة دي الخوف مش هيفيدك والتجاهل حيدرك فالحل الوحيد قدامك هو ان انت تستعد تتعلم المهارات الجديدة وتتعلم الادوات الجديدة وتستخدمها وتحاول التهديد ده لأكبر فرصة لك في حياتك المهنية الوظائف اللي تكلمنا عنها النهاردة دي مجرد بداية وكل يوم هيزهر وظائف جديدة لها علاقة بالذكاء الاصطناعي فخليك صبق خليك مستعد مستقبلك المهني مش هيضيع لو انت اللي رسمته بايدك انا كده خلصت كلامي وقبل ما اقفل عايز اقولكو على حاجة لطيفة حصلت معي تعليق لطيف جدا عجبني ودحكني كتير جدا كان فيه تعليق احد السادة او احد السيدات بمعنى اصلاحي لمشاهدات كتبة احمد شفيق متفق مع احد اجنبي هو بيقول بصوته عشان صوته اصغر من الشخصية وكده والشخصية اللي قدامكو دي شخصية ده واحد اجنبي يعني ان انا كائن مدبلج يعني فقلت لها انا هطلع تعليق في الفيديو الجاي عشان فعلا التعليق عجبني ودحكني انا يا جماعة بلي انا مصري طضيع جدا لانا مدبلج ولا اي حاجة ولو عجبكو الفيديو ويارب يكون عجبكو ما تتسوش تشاركو في القناة تعملوا لايك وتفعيلوا الجرس ومستني تعليقاتكم ان شاء الله شوفكم على كل خير وصحة وصلاة وسعادة وراحة بيل احمد شفيق